كان أوين سعيدا للغاية برؤية والدته على قيد الحياة وبصحة جيدة قال أنا آسف لتسلل يا أمي لكن لم يكن لدي خيار آخر لو لم أخبر أذكار أن الملك كان يبحث عنه فمن يدري ما كانوا قد فعلوا به أخيرا وبعد أن أصبحوا آمنين في الكهف استطاع أوين إخبار والدته بكل ما حدث منذ الليلة التي هرب فيها وشعر بالذنب الشديد فقال لكن ربما لو بقيت كان بإمكان مساعدتك وقاطعت السيفان قائلة لقد كان قرارا جيدا لو كنت في المنزل لعتقلوك معي أنا سعيدة لأنك بخير وبما أنني الآن هنا معك فقد أصبحت بخير أيضا كان أذكار يحضر مائدة من النبيذ والجبن والخبز والخضروات والفاكهة ثم صاح العشاء عم الصمت نوعا ما في الوقت الذي كان فيه الثلاثة يأكلون لقد كان واضحا لأذكار أن السيفان عانت من الجوع خلال فترة اعتقالها كما انتبه إلى مدى ضعف مظهرها وبعد أن أنهت سيفان كل شيء على طبقها سخن أذكار الماء وأعد لها حماما ثم قدم لها غرفة لتستريح فيها وجالس مع أوين ليناقش ما جرى في القرية بينما كانت نائمة سأل أذكار مستغربا أوزوريوس أجاب لقد كان الشيء الوحيد الذي استطعت التفكير به لقد وضعني على المحك ولم أكن مستعدا للإجابة قال أذكار هذا ليس كل ما لم تكن مستعدا له لقد كنت غبيا عندما سمحت لك بالخروج إلى هناك ومع ذلك فقد أنقضت والدتك على الرغم من أن مهاراتك كانت غير مألوفة فقد نجحت أنا فخور بك لكن قد لا يحالفك الحظ في المرة القادمة سأل أوين بخجل هل تعيدني أن لا تضحك إذا قلت لك شيئا يا أذكار أجاب أذكار بالطبع قال عندما كنت هناك كنت ثم بدأ صوته بالتلاش خاجلا من الكلمة التي لا يريد أن يقولها أكمل أذكار حديثه بقوله خائف قال نعم كيف عرفت هل كان ذلك واضحا أجاب كلا لم يكن الأمر واضحا لكن يمكنني تخيل أنني كنت سأشعر بنفس شعورك لا يوجد شيء تخجل منه لقد دخلت معركة وأنت تفتقر إلى المهارات اللازمة للقيام بما هو مطلوب من أجل النجاة لكنك تغلبت على مخاوفك وانتصرت قال نعم ولكن فقط بسبب هذا الدرع فلولاه كنت في عداد الأموات قال دعني أخبرك شيئا يا أوين إن الرجل الرجل الحقيقي لا يخشى الاعتراف بمشاعره أما إذا كان متعاليا جدا ولم يسمح بالتعبير عما يخالجه لأنه يخاف ما قد يصيبه من عار فهو غير مستعد لأن يكون رجلا لقد سقط كثيرون لأنهم رفضوا أن يقولوا أو يفعلوا ما يشعرون به في الداخل سأله حقا كيف تعرف الكثير أجاب كما أخبرتك كان أبي وجدي ملكين ويجب أن تكون قادرا على تقبل مشاعرك وأن تدرك أن هناك ما هو أكثر من السعادة والحزن والغضب لكي تحكم على شعبك بالقوة والشرف وكما ترى عندما تعيش تحت حكم ملك أو ملكة فأنت تتطلع إليهما وأنت تعلم أنهما موجودان لمساعدتك لوضع القواعد والقوانين لصالحك لكن ماذا يحدث عندما تكون أنت الملك من الذي ستتطلع إليه للنصيحة لا يوجد أحد لذلك يجب أن تقبل أنه ستكون هناك أوقات لن تعرف فيها ما يجب عليك فعله أو قوله أو كيفية التصرف يجب أن تكون منفتحا على كل الأراء وأن تكون دائما على استعداد لطلب المساعدة قال أوين هذا عميق يا أذكار لكنني أعتقد أنني فهمت ذلك يشعر الجميع بغض النظر عن رتبهم بالأشياء ذاتها ونحتاج جميعا إلى المساعدة من وقت إلى آخر رد أوثكار بالضبط فبالرغم من كل ما تمر فيه أنت لست وحيدا قال أوين يا إلهي لابد أن عدم وجود أحد للتحدث إليه لأن جميع موظفيك قد رحلوا كان شيئا صعبا عليك على مر السنوات نهد أوثكار عن الطاولة وبدأ في التملم لمحاولا أن يبدو مشغولا شعر أوين بالارتباك إلى أنه وضع يده على كتف أوثكار ونظر إلى صديقه وقال لا تقلق لم تعد بمفردك بعد الآن نظر أوثكار مبتسما ثم رد شكرا لك يا صديقي دخلت والدة أوين إلى المطبخ وهي تبدو منتعشة ونظيفة أكثر مما كانت عليه من قبل وقالت ما الذي يجعلكم عاطفيين إلى هذا الحد لكن على الرغم من الاستحمام والتنظيف إلى أن وجهها وذراعها لا يزالان داكنين بسبب الكدمات لم يكن اللون بسبب القذارة كما كان أوين يأمل ركض أوين وعانق والدته بشدة إنحن أوثكار ممسكا بيدها قائلا يسعدني التعرف إليك أدع أوثكار من قبيلة أصحاب الدم المتحجر لم تتح لنا فرص التعرف إلى بعض بشكل جيد فأنا أعرفك بصفتك والدة أوين فقط حتى الآن قالت سررت بلقائك يا أوثكار اسمي سيفاني شكرا لرعايتك ابني قاطع أوين ما يحدث قائلا والآن بعد أن أصبحنا جميعا على معرفة ببعضنا ماذا سنفعل بعد ذلك أعني لا يمكن لكروب ديغر أن يتهاون لابد أنه سيبحث عننا فشعر الثلاثة بالتوتر لما يحدث في الوقت الراهن افتتحت سيفاني الحديث قائلا لا يمكننا العودة إلى المنزل فهو المكان الأول الذي سيبحثون فيه عننا قال أوين ولا يمكننا الهرب لدي تدريب علي أن أنهيه وبعد ذلك هناك تنين نظرت سيفاني أولا إلى أوين ثم إلى أوثكار وقالت تنين أنت لا تفكر بإرسال أوين لمحاربة هذا الشيء الذي هاجم القلع قبل بضعة أسابيع إنه مجرد ولد قال أوين أمي الصرخي يمكنني تولي الأمر يقول أذكار أن هناك نوعا من النبوء الغريبة ومن المفترض أن أصبح بطلا إلى آخره في البداية لم تثير الفكر اهتمامي في الحقيقة حتى الآن لا أزال غير مقتنع لكنك رأيت ما فعلته هناك لإنقاذك علي القيام بهذا هناك أكثر مما تدريكين على المحك أضف إلى ذلك أنه لا يمكن لشيء أن يؤذيني حين أرتدي هذا الدرع ردت سيفاني بغضب هذا غير معقول ستقتل سطع أوين يشعر بالخوف والإحباط في حديث والدته قال أذكار من فضلك يا سيفاني يجب أن تفهمي لقد قطع أوين أشواطا كبيرة في وقت قصير جدا أوافقك الرأي أنه لا يزال صغيرا ولم يكن مستعدا بعد عندما قاتل اللورد كوبينجر لكنه سيكون جاهزا عندما يحين الوقت لقد أحدث فرقا للقراويين بالفعل وإذا نجح فقد يحرر الناس من الاستبداد ويصحح الأخطاء للبشر والأقزام في هذه الأرض أما بالنسبة إلى المكان الذي يمكنك الذهاب إليه فلا داعي للبحث أبعد من هذا الكهف كلاكما مرحب به للبقاء هنا بقدر ما تشاء أو حتى يصبح منزلكما آمنا مرة أخرى وإلى جانب ذلك من الجيد الحصول على بعض الصحبة ولن أمانع المزيد منها لفترة أطول قال أوين مبتسما لأمه عبر الطاولة كما ترين يا أمي إن كل شيء على ما يرام يمكننا البقاء هنا سأتدرب وأقتل التنين وأحقق السلام للجميع سأتولى أمر البطل هذا برمته لا داعي للقلق ردت والدته بنظرة سخرية أمه ثم قالت شكرا لك يا أثقار نحن لا نملك خيارات كثيرة لذلك سنبقى هنا لكنني ما زلت لا أفهم قصة البطل هذه ورجاء هل يمكن لأحدكم أن يشرح لي عن علاقة الأقزام والبشر بدأ أثقار في إعادة سرد تاريخ الأرض للسيفاني أصغت إليه باهتمام وفغرت فاها ذهولا بينما كان أثقار يشرح عجائب كهوف الأقزام وجمال العمل اليدوي الذي ابتكره الأقزام كانت تشهق عندما يتحدث عن كالوريف وكيف كاد التنين أن يدمر كل وجوه الحياة من حوله تنهدت سيفاني عندما أنهى أثقار قصته قائلة كثيرة هي الأمور التي يفترض بأن أستوعبها أشعر بالحزن الشديد عليك وعلى شعبك لكن من فضلك يجب أن تفهم أوين ليس البطل الذي تصرح عنه إنني أعرف ولدي أكثر من أي شخص آخر إنه يحاول جاهدا إنه يفعل ذلك حقا ونعم لقد أنقذني بالأمس لكن الحظ أدى دورا كبيرا ولن أقف مكتوفة اليدين وأدعوه يقتل لقد فصلت عن قومك لذا ستتعاطف عندما أخبرك أن أوين هو كل ما لدي في حياتي ولا يمكنني التفكير فيما سيحل بي إذا فقدته رد نعم أفهمك يا سيفاني ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الأمر هل يمكنني أن أريك وأوين شيئا؟ وافقت سيفاني قائلة نعم بالطبع قادهما أذكار عبر ممر طويل يفصل الغرف على جانبيه كانت غرفة أذكار في النهاية جهة اليسار بينما كانت غرفة أوين والسيفاني بالقرب من مقدمة الممر إحدهما مقابل الأخرى كانت هناك ثلاث غرف على كل جانب وباب خشبي كبير في النهاية فتح الباب ثم استدار فجأة وقال لم يسبق إلا لقلة قليلة من البشر أن رأوا ما ستريانه هذه هي المناجم الداخلية قلب الأقزام الذين سكنوا هذه الجبال ذات مرة ما أنتم على وشك أن ترياه هو شيء بالغ القدسية قال أوين بسرور سيكون هذا رائعا قال أذكار ساخرا من حماس أوين بالطبع أشعل أذكار مشعلا على الجانب الآخر عند دخولهم من الباب وقال كنا حذرين هناك سلم مظلم يؤدي إلى أسفل لذا سأضيء الطريقة ونحن نمشي كان أذكار يضيء المشاعر المعلقة على الجدار وهو يتقدم بدأت الأضواء الوامدة تنير الدرج وما وراءه ببطء كان بإمكان أوين رؤية السطوع يتزايد في جميع أنحاء الفتحة الضخمة من الجبل ولكن لم يكن لديه أدنى فكرة عما كان ينظر إليه بعد استمر في النزول متجهين سوب قاعدة الجبل قال لقد استغرقت عملية تفريغ هذه المنطقة عدة أجيال وبنيناها من خلال تحطيم السخور لقد نحتنا الهيكل الذي ستريانه ونحن نحفر نزولا سأل أوين بفضول حسنا أتقصد أنك بنيت إلى أسفل بدلا من البناء إلى أعلى هذا غير منطقي أجاب إن وكذلك عندما تفكر في أن القواعد موجودة بالفعل عندما تبني منزلا فأنت تبدأ من القاعدة وتشق طريقك صوب السطح الجبل صلب نحتناه من الأعلى وشققنا طريقنا إلى الأسفل نحن نفكر بشكل مختلف كثيرا عما تفكرون فيه سمار الثلاثة في النزول بتروين على السلم الحجري المتعرج لفترة طويلة نوعا ما كان أوين يفكر في الطريقة التي سيصعد وفقها إلى غرفته قال أذكار لقد وصلنا قالت والدة أوين المكان مظلم جدا لا أستطيع رؤية شيء حتى مع نور المشاعل لا يمكنني معرفة ما ينتظرنا قال أوين وأنا أيضا هل يتمتع الأقزام بحاسة نظر أقوى وأفضل من حاسة البصر لدى البشر أعني هذا طريق طويل حقا للسفر لرؤيتي كهف أسود وحسب إنه شيء مرعب تنهد أذكار من نفاذ صبر أوين وقال انظر سدار أوين فجأة عند سماعه لضجيج منخفض خلفه لقد كان أذكار يدير نوعا من عجلة خشبية كبيرة بواسطة مقبض ضخم مثبت عليها فبدأت الشمس تضيء الجبل من الداخل بينما كان يشد ويدير المقبض شعر أوين بالذهول عندما رأى الصخور تتحرك في الأعلى وكيف تسمح لأشعة الشمس بإضاءة الكهف بأكمله في البداية لم يستطع رؤية شيء ولكن عندما تكيفت عين أوين مع الضوء وقف متجمدا غير مصدق قال أوين وقد تردد صدى صوته في الكهف لابد أنك تمزح هذا هذا لم يكن يعرف ماذا يقول أكمل السيفان ما كان أوين يفكر به بقولها إنه جميل يا أذكار تابع نعم هذه هي واو لماذا لم تريني هذا من قبل كان هناك ممر حجري طويل تحت أقدامهم يقودهم إلى قلعة ضخمة تتألق في مجدها على عكس القلعة التي تطل على القرية على الجانب الآخر من الجبل كانت هذه القلعة تلمع بالذهب والفضة حيث كانت الحجارة تشكل الشقوق المربعة في الحاجز وكان هذا الحجر ذهبيا كانت الجدران الفاصلة جدران القلعة الخارجية الرئيسية والأبراج المخروطية وحتى الجدران مطلية بالذهب والفضة اللامعة وكانت النقوش المذهبة تغطي الجدران وكانت مزينة بالماس والياقوت والأحجار الكريمة الجميلة الأخرى تتلألأ باللون الأخضر والأزرق والأبيض وكل تدرج للألوان فيما بينها قال معظم البشر ينظرون إلى هذا ويرون الثروة ولكن نحن الأقزام ننظر إلى هذا على أنه مؤشر إلى المهارة والحرفية التي نمتلكهما إن كل شيء نصنعه سواء كان كبيرا كمنزل أو صغيرا كخاتم فنحن نكرس ذواتنا لتحقيق التألق ذاته فنحن سلالة فخورة وهذا هو المقياس الذي نستخدمه كأفضل مثال لنا سأله وين انتظر هذه قلعتك تلك التي حكم منها جدك وأنت لا تعيش هنا أجاب أثكار ببطء صحيح لا يوجد أحد هنا للحكم على هذا أو مشاركته معه وبالتالي ليس من المقبول بالنسبة إليه استخدامه لأغراض خاصة به إلى جانب ذلك لإضاءة جدران القلعة يجب أن يكون سقف الجبل مفسوحا وهو الحايز الوحيد بيننا وبين كالوريث إذا تركناه مفسوحا فمن المؤكد أنه سيأتي ويأخذه إذا كان هناك أمل في أن تعود هذه القلعة مأهولة مرة أخرى فلا بد من نفي كالوريث ثم بدأ في إغلاق الفجوة العالية أعلاه وحجب القلعة الجميلة عن الأنظار مرة أخرى سمر أوين ينظر باهتمام وتماع على الرغم من أن السماء اختفت وكأن سحابة كثيفة قد غطتها إلى أنه لا يزال بإمكانه استرجاع ذكر ما رأته عينها قال لقد فهمت يا أذكار أنت بحاجة إلى مساعدة للم شمل شعبك أنت لم تخسر أصدقائك بل خسرت أيضا أسلوب حياتك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم ترحل مثل الأقزام الآخرين؟ ألا يمكنك البدء من جديد؟ قال أبدأ من جديد؟ هذا ليس عملا لبدع سنوات إن هذه أفضل قلعة شيدناها نحن الأقزام على الإطلاق فقد أقمنا العديد من الاحتفالات جيلا بعد جيل داخل تلك الجدران نحن نعمل بجد في البداية ثم نحتفل بعد ذلك إن كل ما أنجزناه كعرق موجود ضمن هذه الجدران وعليها لذلك يعتبر هجرها في حد ذاته تمسا لهويتنا ربما بدأ الآخرون من جديد لكن لن يبنى شيء يختزن القيمة نفسها لهذه القلعة ولن يحتفل به أبدا أناشدك يا سيفاني اسمحي لأوين بالمساعدة في تدميرك لوريث ليس فقط من أجلي ولكن من أجل كل سلالتي لقد كان البشر من دفعنا إلى المغادرة فاسمحي لواحد من البشر أن يعيد لما شملنا حاول بن جنسك تدمير الآخرين المختلفين طيلة قرون أنتم تدفعون الناس بعيدا لأنهم يخالفونكم الرأي أو المعتقد وأي شيء لا تألفونه اللون المعتقدات وكل ما يبدو غير مألوف حينها نحن أقصر وأقصر شعرا والبعض يقولون إننا أقبح منكم هل هذا سبب كاف لسعيكم وراء تدميرنا لقد كانت صداقتنا مع البشر مقبولة فقط لأننا استطعنا توفير شيء يحتاج إليه الناس لا أتوقع أن تتحمل أنت وأوين مسؤولية الأخطاء التي حدثت في الماضي ولا ألهم البشر فقط فهناك أقزام عارض البشر أيضا واقترف الفضائع ولكن يمكن للتغيير أن يتم ويمكن إحداث فرق وكل ما نحن بحاجة إليه هو شخص واحد أظن كلا بل أعلم أن أوين يمكنه إجراء هذا التغيير تفحصت سيفاني أذكار تحت ضوء الشعلة ونظرت إلى الخطوط في وجهه والجدية في عينيه ثم قالت لماذا أنت متأكد إلى هذا الحد أجاب لأنه بدأ بالفعل في إجراء تغييرات لقد وقف القرويون بالأمس والذين كانوا يرتجفون خوفا من اللورد كوبينغر وملككم المتواحش بوجهه ووفروا لنا الوقت للهروب من سخطه في الماضي كنت أكره البشر بشدة وقد غيرني أوين والأهم من ذلك أن أوين نفي من قبل شعبه وقريته التي يجب أن تكون عائلته هذا هو أسوأ أنواع الكراهية أن تكره أحدا من عرقك تخيلي ما هو الموقف الذي سيتخده كثيرون إذا أصبح مقبولا ومحبوبا يمكنه أن يهرب كما فعل شعبي لكنه إذا بقي وحارب الأشياء غير الصحيحة في هذا العالم إذا أظهر لمن يحتقرونه ويسخرون منه أنه أقوى مما يظنون فسيكون مثالا رائعا لمن يسمع قصته تبعت سيفاني أوثقار وأوين الذين قلما تكلما إلى أعلى السلم الضخم المتعرج أعادت كلمات أوثقار في رأسها ولم تستطع إلا أن تتساءل إن كان أوين قادرا على توحيد كثير من الناس خلفه لقد كان من الصعب تصديق أن ابنها النحيل الذي لطالما واجه صعوبات في حمل دلاء الماء من القرية إلى المنزل يمكن أن يصبح بطلا حقيقيا لكنها كانت تعلم في أعماقها أن أوين يتمتع بما هو أكثر من أي شخص آخر كانت تعلم أن هناك شرارة يجب أن تتألق وربما هذه هي الطريقة الوحيدة لرؤيتها مع التدريب المستمر أصبح جسد أوين ضخما وازدادت سرعته يوما بعد يوم أصبح برنامج التدريب الذي وضعه لأوذكار أكثر كثافة حتى أصبح قادرا على إتمامه بسهولة أكبر كان يحمل الشبكة الضخمة إلى النهر مباشرة بعد الفطور ويلقي بها بالطريقة الصحيحة وبشكل سلس أما الآن فقد أصبحت الشبكة تتعمق أكثر في الماء وأصبح بإمكانه تغطية مساحة أكبر من النهر أكثر من ذي قبل ثم يلف الحبال فوق كتفيه ويركد إلى أعلى الطريق بدلا من المشي واستطاع حمل دلاء الماء إلى الكهف لأمه التي تولت معظم واجبات الطهو الآن كما عامل أوين في السياغة مع أوذكار وتعلم كيف يتشكيل المعدن الساخن وسياغته في البداية شعروا كأن ذراعيه ومعصميه على وشك السقوط وقد كانت حرارة المطرقة شديدة خاصة عندما كان يرتدي مآزر الجل السميكة لكنه اعتاد على الأمر بمرور الوقت كان يقضي فترة بعد الظهر في العمل على تمارينه وقدراته القتالية بنى أذكار دمية تدريب مع دره حتى يتمكن أوين من تعلم أفضل الأماكن للهجوم حيث يكون الدرع الواقي أخف وزنا أو غير موجود نمت عضلاته وكذلك ابتسامته شيئا فشيئا بدأ يعتقد أنه يمكن أن يواجه التنين كالوريث كان أوين يستمع بعناية للأصوات في الجبل أثناء استلقائه على سريره ليلا منهكا من العمل والتدريب اليومي ويتخيل العمال من خلال ذلك الباب الطخم في نهاية القاعة وقرقاعة الكؤوس ومثيق الأغزام لقد تصور أرجلهم القصيرة تتأرجح ذهابا وإيابا والرقصات الغريبة التي يبتكرونها ثم يقول لنفسه يوما ما سأرى هذه الاحتفالات بنفسي سأل أوين وهو يجفف وعاءا بينما كان يساعد والدته في تنظيف أطباق الغداء هل تشتاقين إلى المنزل يا أمي؟ ردت في بعض الأحيان من المدرش أن هذا المكان لا يشبه الكهف إنه مشرق ومريح للغاية ولكن منزلنا لطيف لا أنسى السقف الذي كان يدلف عندما تمطر بغزارة لقد كانت هذه مهمة والدك دائما نعم إنني أفتقده قال كنت أتمنى أن تسنح للفرصة لمقابلته يؤسفني أنه مات عندما كنت صغيرا قالت في بعض الأحيان عندما يحل المرض بالطريقة التي حدث بها يموت كثير من الناس ولحسن الحظ أنك لم تتأثر لقد طلب مني والدك أن أبعدك عنه عندما كان مريضا أرادك أن تنمو بقوة وأن تعيش لفترة أطول مما عاش نشفت سيفان يديها ثم أمسكت بكتف أوين وأدارته حتى تتمكن من مواجهته لقد كان أوين أطول منها ببدع بوساط قالت له أنت تشبهه كثيرا لم يسبق لأن أخبرتك بذلك لكنني عندما أفتقده كثيرا أنظر إليك فقط إنني أرى كثيرا منه فيك ليس جسديا فقط سأل أوين وقد تسللت تسامة إلى وجهه حقا أجابت أنت تمشي مثله في بعض الأحيان وأنت تحني كتفيك مثله عندما تجلس على كرسي لطالما كان هذا شيئا عتدت ملاحظته عندما يعود إلى المنزل بعد العمل في الحقول طوال اليوم قال أوين مازحا أوه قد حصلت على حماقة منه أليس كذلك قالت حسنا بالإضافة إلى أمور أخرى أيا يكون الأمر صحيح أنه لم يعد بيننا لكنني أعلم أنه سيكون فخورا بك تماما مثل فخور بك قال شكرا أمي قالت انظر إلينا نحن الاثنين من كان يخمن أننا سنعيش في جبل مع قزم كما تعلم سندت سيفاني لتهمس لأوين رائحته ليست سيئة كما كنت أظن فضحك أوين بقوة ساح أذكار قائلا لقد سمعت هذا فقهقها أوين تابع أذكار لطالما اتهم البشر الأقزام أنهم كريه رائحة حسنا دعوني أخبركما شيئا يا غريبي الأطوار وطويل القامة لا تكون رائحة البشر طيبة دائما هل سبق لك أن شممت رائحة جواربك يا أوين إنها كفيلة بقتل حيوان بري ربما يجب أن نترك زوجا منها عند مدخل كهف كالوريف وبذلك لن تضطر إلى قتاله سيموت من الرائحة الكريهة ها 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 ضحك أذكار بشدة على نكتته فتبادل أوين ووالدته النظرات وهذا ما دفعهما لمشاركته الضحك قال أذكار هناك مشكلة يجب أن نحلها توقف الضحك وسأل أوين وهو لا يزال مبتسما أي نوع من المشاكل أجاب لقد شرع الملك في الانتقام من سكان القرية وبدأ اللورد كوبينجر بنهب المنازل وملأ العربات بالمواد الغدائية من القرية الآن يبدو أنه ينوي إبادة القرية لم تعجبه زيارتك الأخيرة بكت سيفاني وغطت فمها وأخذت ترتعش ثم التفتت إلى أوين وقالت كيف سينجون يعيش كثير من الأشخاص في القرية عليك أن تفعل شيئا لا ينبغي على الملك أن يفعل ذلك سيقضي عليهم ركض أوين إلى التلسانة حيث وضع درعه وقال أنت محقة يا أمي سأرتدي درعي نداه أذكار فكر في هذا ماليا يا أوين أنت لم تحصل على تدريب كاف بعد قد لا يكون من الحكمة التدخل قال لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي ونترك روب ديغر يقتل شعبنا ماذا سيستفيدنا منا إذا ظللنا مختبئين لا شيء أنت من علمتني ذلك إن أفضل طريقة للتعامل مع شخص عنيد هي التصرف بعناد معه ولا يحتاج الأمر دائما اللجوء إلى القوة أو السيف ولكن هذه المرة إنه خيارنا الوحيد فالعديد من الأرواح على المحق تنهد أذكار وتابع أوين قائلا أعتقد أنك محق كانت الدموع تنهامر من عيني سيفاني عندما أمسكت بأوين وأذكار وقالت انتظر يا أوين توخى الحذر قال لا تقلق يا أمي سأتولى الأمر سيحميني الدرع سرعان ما تحول أوين إلى شخصيته المدرعة بمساعدة أذكار الذي ربط على كتفه قائلا احمي نفسك دائما تذكر أن تقاتل من أجل الناس اجعلهم يحبونك وسيكون لك حلفاء كما حدث في المرة السابقة تماما أومى أوين برأسه وقال صحيح ثم خرج من الكهف حاملا ترسه وخوذته وصل أوين إلى أسفل الجبل أسرع من المرة السابقة بالرغم من أنه يرتدي الدرع وعندما اقترب من القرية رأى الناس مضعورين في كل مكان كان الحراس يدفعون النساء والأطفال على الأرض وينهبون المنازل والحدائق ومباني التخزين وفي وسط كل ذلك كان اللورد كوبينغر يعطي الأوامر من أعلى البرج بينما يملأ أتباع الملك عربتين ضخمتين بالأطعم والخيرات وقف كوبينغر واضعا يديه على خاصرته وصاح شامتا أنتم من جلبتم هذا لأنفسكم إنه ثمن زهيد لإرضاء ملككم حقا لقد انقلبتم علي وعلى قوانينه والآن عليكم جميعا أن تدفعوا الثمن أسرع أوين يشق طريقه كما فعل من قبل وحرس على الدخول من مكان مختلف ركد عبر الأشار وقد استل سيفه الذي أمض بشيء من الزرق كان أول من رأى أوين هو الحارس الذي كان يصرخ مخرجا امرأة من منزلها عنوة فأفلت المرأة وصاح على الفور إنه الفارس الأزرق قبضوا عليه في البداية ركد بشكل أعزن نحو أوين فغير أوين اتجاهه وركد بشكل مباشر نحوه كان يرقذان في خط واحد ليصطدم مثل كبشين يتقاتلان على جبل إنحن أوين خلف ترسه في الوقت الذي أوشك فيه الدرعان أن يلتحم ثم قال من خلف خوذته لن تطرحني أرضا هذه المرة استدم وقعقع المعدن فسمعت القرية كلها الصوت ارتفعت ساق الحارس المدرع في الهواء ورمي في الاتجاه المعاكس بينما صاح أوين من شدة الاستدام راه صاح أحدهم إنه هو لقد عاد الفارس الأزرق لينقذنا هاتف الناس مبتهجين وفي غضون ذلك ركد سائر الحراس صوب أوين ولكن أوين كان جاهزا تصدى للحارس الأول وذلك بعد أن قفز عاليا وحط على رأسه بعد ذلك التف بن سيابيا وطعن بسيفه الأزرق حارسا آخر ضحك أوين وقال رائع ولكن عندما نظر بعيدا عن ضحيته رأى مجموعة من الحراس يتجهون إليه دفعة واحدة فهامس لنفسه مرة أخرى أوه هذا لن ينتهي بشكل جيد شعر أوين بالارتباك لبرها فهو يستطيع التعامل مع كل واحد منهم على حدة ولكن ماذا بشأن المجموعة فقرر أوين فعل الشيء الوحيد الذي كان يفكر فيه فركد بشكل ملتوين بين الحراس وبذلك تجنب نصال سيوفهم وكاد حصان أن يدهسه ولكن تمكن في اللحظة الأخيرة من الاستدارة عندما رأى مجموعة من الفرسان على صهوات جيادهم يتجهون صوبه كان كوبينغر غاضبا للغاية صارخ بصوت عال فتردد صدع صوته في شتى أرجاء القرية أقبض على هذا المهرج وأتوني به لن يفلت من أيدينا هذه المرة بدى الارتباك على القرويين ففر بعضهم مراكدا ودخلوا إلى منازلهم وأحكموا إغلاق أبوابهم في حين حاول آخرون استعادة بعض البضائع المسروقة التي ألقيت أثناء حدوث الاضطرابات شعر أوين بالتردد وفكر في سره ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لا يمكنني الهرب إلى الأبد توقف ليلتقط أنفاسه وأدرك أنه إذا أراد أن يضع حدا لما سيحدث فعليه التصدي لأصل المشكلة نظر حوله وفجأة خطرت له فكرة شق طريقه بين الحراس حتى بلغ البرج لوح بسيفه فورا وضرب إحدى ركائز البرج الذي كان كوبينغر يقف فوقه ساح كوبينغر ليلفت انتباه حراسه ماذا تفعل؟ توقف عن هذا أيها الأحمق أسقط أوين ترسه ولوح بالنصر الأزرق اللامع بكل ما أوتي من قوة وكان يصرخ كلما ضرب ركيزة البرج واصل كوبينغر الصراخ أوقفوه ولكن لم يستطع أي من الحراس الاقتراب بما يكفي لأن القرويين شكلوا جدارا بشريا لمنع الحراس من الوصول إلى أوين قال أوين في نفسه إنهم يتراجعون ظل أوين يضرب ركيزة الخشبية السمكة بسيفه وكانت الشفرة حادة جدا لدرجة أنها كانت تشق طريقها أكثر فأكثر داخل الخشب في النهاية تحطمت الركيزة واهتز البرج بأكمله وتمايل ولكن الركائز الثلاثة الأخرى لا تزال ثابتة وهذا ما آثار السيا أوين تنهد أوين وقال هيا ساح روجر وهو أحد القرويين الذي كان يحمل فأسا دعونا نحطم ركيزة أخرى فانهال بفأسه على الركيزة المجاورة للتي حطمها أوين ركد أوين على الفور مبتسما وصاح وسط الجلبة شكرا وتوجه إلى الجهة الأخرى من الركيزة التي يعمل روجر على تحديمها ركد كوبينغر أعلى منصة البرج التي لطالما وقف عليها في الماضي وصرخ مرعوبا فليمسك أحدكم بها لا تدعوه ما يفعلني هذا به استطاع بعض الحراس اختراق الحاجز البشري والاقتراب من البرج لكن أوين ومساعده كان قد ألحق بالركيزة أضرارا فادحة بدأ البرج يترجح بقوة وسرعان ما هوى توقف الحراس خشية أن يسحقهم البرج الآيل إلى السقوط وذلك عندما سمعوا صوت تصدع الخشب بفعل وزن كوبينغر والمنصة وبدورهم أخذ القراويون يركضون في كل الاتجاهات مبتعدين عن البرج مد كوبينغر يده في الوقت الذي بدأ فيه البرج بالميلان ليحاول الإمساك بسياج المنصة خشية السقوط وصاح بنبرة أعلى لا تقف هناك أيها الحمقى قلت أوقفوهما صح أحدهم تراجعوا إنه يهوي سدد أوين ضربة قوية أخير بسيفه ثم صرخ أهر بيا روجر ضرب روجر مرة أخرى وكانت كافية لتجعل البرج يميل إلى الأمام خشية أوين أن يسحق روجر فأمسك به من كتفه وسحبه في الوقت الذي دفع فيه روجر بقدميه للمساعدة بسرعة هوا البرج إلى الأمام فصارخ كوبينغر مرعوبا صدم الخشب الجاف بالأرض محدثا جلبة عالية تطاير الغبار والحطام في الهواء ورأى أوين الحطام يتجه صوبه فالتقط ترسه بشكل غريزي وأولى ظهره للحطام فحجب بدرعه وترسه روجر وحماه صفعه الخشب كما يصفع المطر جدران المباني خلال عاصفة نيسانية دخلت شضية أسفل صفيحة درع ظهره فمزقت الزرد الموجود تحتها واخترقت جلده تحت أحد أضلاعه عم الصمت لثوان إلى أن زحف روجر من تحت أوين وترسه ثم ألقى أوين بقفازه وسحب شذية الخشب من جسده لينبثق الدم فشعر عندها أوين بالألم قال روجر بهدوء لقد أصبت أجاب أوين أنا بخير ويعلم جيدا أنه يكذب سأل روجر مصدوما كيف عرفت اسمي أجاب أوين بخجل مجرد تخميم عندما وقف أوين شعر بالألم مجددا ثم قال وهو يمد يده شكرا على المساعدة أومأ روجر برأسه وصافح يد أوين ويحدق بدهشة إلى الرجل الأزرق المقنع نظر أوين حوله عندما تذكر أن اللورد قد وقع وأنه نسي أمر رجال الملك الذين يجب التعامل معهم ثم قال كوبينغار فر العديد من الحراس من المكان بعد أن تيقنوا الهزيمة حاول آخرون البحث عن جثة كوبينغار في غضون ذلك وقف القرويون صامتين ينظرون وكأنهم لا يعلمون ما يجدر بهم أن يقوموا به هارع أوين إلى العربات المليئة بالطعام والمواد الغذائية وصاح من خلف خوذته تعالوا استرجعوا ما هو لكم دعونا نثبت للملك أنه لا يستطيع فعل هذا بنا لقد أظهرنا له أن الأشياء العظيمة يمكن أن تحدث عندما نتكاتف معا لن نقف مكتوف الأيدي ونراقب رجاله يتحكمون بنا نحن أقوى عندما نقف جنبا إلى جنب نظر أوين على أمل أن يتقبله الناس ويستجيب لدعوته تقدمت سيدة عجوز إلى الأمام وهي تجر قدميها وتسير ببطء نحو أوين بدت وكأنها ناجية من عاصفة ارتسمت تجاعد عميقة على وجهها وكان شعرها الرمادي طويل خفيفا تذكر أوين أن اسمها كان غريتشين ولكن لم يسبق له أن تحدث إليها وقفت السيدة العجوز أمام أوين مباشرة ثم قالت أنت فكر أوين أوه لا هل تعرفت إلي قالت لقد أبليت بلاء حسنا فتنفس أوين السعداء وقد ذكره صوتها بالنعيب الذي تحدثه الضفاضع عندما تمسكها بين يديك نظرت إليه وهي تحارك رأسها إلى الأمام والخلف كما لو كانت تحاول التعرف إلى الوجه خلف الخوذة وقالت ذكرني ما هو اسمك؟ أجاب أوين بتواضع آه أوزوريوس ثم ابتسمت له مؤكدة وقالت صحيح هذا ما ذكرته شعر أوين بقشعاريرة تسري في عموده الفقري ثم تساءل ماذا يعني ذلك؟ ربطت على ذراعه بأصابعها الغليد التي تشبه العسي محدثة صوتا غريبا على معدن ذرعه قائلة أحسنت صنعا يا أوزوريوس أحسنت صنعا ثم التفتت إلى الحجد وصاحت بعد أن رفعت ذراعها اليمنى النحيل فوق رأسها أوزوريوس مالت ذراعها الهزيل جانبا على الرغم من الجهد الذي بذلته لتبقيها عالية ومستقيمة مجددا صاحت أوزوريوس فجأة علت أصوات أخرى صوت تلو الآخر حتى بدأ كل القرويين يهتفون بصوت عال وفي انسجام تام أوزوريوس أوزوريوس ناظر أوين حوله ليجد الحجد يهتف له ربما ليس له بل لمن يمثله لم يكن ذلك مهما فهو يعلم أن الناس يحتجون إلى من يثقون به وهذا ما أمنه لهم هذا الدرع الأزرق رفع سيفه عاليا فوق رأسه عندها ترافقت الهتفات مع سيل من المشاعر الجياشة عندما رفع السيف لم يعرف الناس أنه كان يتلوى ألما داخل درعه ركد القرويون إلى العربتين وقفز شابان إليهما وشرع في إعادة السلع والأغراض إلى أصحابها قرر أوين أن وقت المغادر قد حان كان عليه أن يغادر في الوقت الذي كانوا فيه مشغولين حتى لا يرونه وهو يتألم تعاد وهو يراقب سعادة الناس في استعادة أغراضهم بدوا في غاية السعادة على الرغم من الضمار الذي لحق بالبرج الذي خلف الحطام المتناثر الأرجاء وبينما كان ينقل نظره من شخص إلى آخر لاحظ أن توم ذا الخطوتين يغادر منزله ويتجه نحوه كان أوين بطيئا لكنه استطاع أن يسير بخطة ثابتة وهو يشق طريقه إلى أسفل الجبل ناده توم أنت هناك قال أوين في نفسه أوه لا سيرى أنني أعرج بدأ أوين بالتفكير بأعذار محاولا العثور على إجابة عن السؤال الذي توقعه عندما استدار وقف توم ذو الخطوتين أمامه كما توقع قال توم وهو يبتسم بخجل مرحبا أرد توم أقول لك شكرا ارتعش أوين هل كان توم يشكره؟ في البداية لم يقل أوين شيئا ثم أجاب على الرحب والساعة كان يأمل أن تكتم الخوذ صوته بدرجة كافية حتى لا يتعرف توم إلى صاحب الصوت قال لدي شيء أود أن أعطيك إياه إنه ليس بالكثير ولكن آه أعتقد أنك تستحق شيئا صغيرا على الأقل مقابل كل ما فعلته من أجلنا مرتين حتى الآن رد أوين أنا أقدر ذلك لكن ليس عليك أن تعطيني شيئا يا سيدي نظرت هون ذو الخطوتين إلى أوين بالطريقة نفسها التي نظرت فيها العجوز إلي كما لو كان يحاول جاهدا معرفة من يكون قال حسنا أريدك أن تأخذها على أي حال إنها مجرد فطيرة أراد أوين أن يضحك خلف خوذته وقال في نفسه فطيرة؟ يريد أن يعطيني فطيرة لقد خاطرت بحياتي لتوين من أجل هؤلاء الناس وهم يريدون أن يعوضوني بالطعام نظرت هون إلى أوين وهو يبتسم وقال محرجا أنا خباز كما ترى وكوبينغر ذاك يأتي ويسرق كل ما لدي يمنعني من البيع وكسب المال لأعيش أنا لا أملك سوى عملي وأنا فخور بما أقوم به يقول البعض إن خبزي وفطائري هي الأطيب لا أعرف إن كان ذلك حقيقيا أو لمجرد إسعاد رجل عجوز لكن هذا يجعلني أشعر بالفخر تؤلمني يدايا كثيرا ولا يمكنني القيام بما كنت أقوم به من قبل لكن على الأقل لا يزال بإمكان الخبز شعر أوين بالتواعك عندما رأى الابتسام على وجه توم كيف يمكنه أن يضحك على مثل هذا العرض الصخي ربما كان شخصا كريما وحكيما داخل هيئته الخارجية الفضة خلف ذلك الوجه الذي لطالما كان وقحا جدا في الماضي أومى أوين برأسه وانحنى قليلا ومد يده ليأخذ الهدية ثم قال فجأة هذا شرف لي شكرا لك أنا أقدر مشاعرك حقا ولكن يجب علي أن أذهب شكرا لك مرة أخرى كان أوين في حاجة ماسة إلى نزع الدرع والعناية بجرحه كان يتألم مع كل خطوة وكل نفس لكنه ظل يحاول كتمان ذلك كان بإمكانه سماع توم يناديه للمرة الأخيرة قائلا شكرا لك يا أزوريوس مد أوين ذراعه إلى الوراء مودي عن إياه بينما يسير عائدا ببطء إلى الكهف شكرا لك شكرا لك